اشتركوا في القناة الهجرة يا سادة ما كانتش مجرد انتقال من مكان الى مكان دي كانت انتقال من ضيق انفسنا اللي فيها الصراع الى ساعة حضرة الرحمن سبحانه وتعالى ويبقى العنوان الكبير في الهجرة ما بالك باثنين الله سالسهما خلي ده مكتوب عليك على قلبك في كل سنة جديدة كل سنة جديدة قول لي كل حاجة قول لي الهموم بتاعت السنة الماضية قول لها ما بالك باثنين الله سالسهما اكيد الهموم هتزول لان الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي كل ما تقول لي نفسك كده كل ما تلاقي حياتك بتتجدد يا رب اللي همنا حياة جديدة واللي همنا انفاس جديدة مليانة بالنفحات في السنة الجديدة يا رب واجعلها عام واسع البركة والخير والنماء يا رب العالمين احنا تعودنا يوم السبت وفرصة بما اننا في سنة جديدة تعودنا يوم السبت ان احنا نتكلم مع اصحاب السعادة مين اصحاب السعادة احبابنا الرحين لاعظم نعمة ربنا من بيها على المسلمين بهذا الفهم وبهذا النور وبهذه البركة وهي بركة مدد الله سبحانه تعالى لمكان ولانسان عندما ستكون هذه الاسرة وتتكون هذه الاسرة بمدد من الرحمن اللي هو ايه بقى الجواز فاحنا ابتدينا في يوم السبت نتكلم عن اصحاب السعادة اللي هم متزوجين سواء في فترة اقبالهم على الزواج او في الفترة الاولى للزواج احنا في الحلقة الماضية في التعاتيوم السبت اللي بنتكلم فيها عن اصحاب السعادة تكلمنا عن الخطوبة وتكلمنا عن ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الخطيب انه ينظر ينظر يعني يتأمل ويبحث عشان يرضى وحضرة النبي كمان وجه توجيهات لفترة الخطوبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم وان ترضون دينه وخلقه فزوجوه اذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض النوابط وبعض الأمور التي تتعلق بفترة الخطوبة وعشان كده احنا عايزين نفكر الناس ان فترة الخطوبة دي وعد بالزواج يعني ايه وعد بالزواج لا هي نصف الزواج ولا ربع زواج لسه ما تبنتش فيها حقوق الزوجين لسه ما تبنتش في الفترة دي ولابد ان احنا نعرف ان التعامل في فترة الخطوبة لازم يكون في هذا الإطار ان في حد طلب طلب وعدناه ان الطلب ده هيتنفذ اكتر من كده يبقى احنا عندنا مشكلة وعشان كده احنا النهاردة مقررين نتكلم عن مفهوم مهم جدا جدا في فترة الخطوبة اسمه ايه؟ انا بسميه اتزان الخطوبة ازاي نبقى متزنين في فترة الخطوبة لان في حاجات كتيرة فيه ظواهر كتيرة بتحصل تعال افكركم ان نفتكر مع بعض كده الخطوبة تفركشت فالناس اتواجعت الخطوبة فيها شوية اشياء حاسين فيها ان هي مش منضبطة ويكتر الكلام في الخطوبة يجيلي الناس كتيرة يكتر الكلام في فترة الخطوبة يقولي انا حاسس ان الخطيب ده وكأنه مش متزن نفسيا وهي تقول انا حاسس ان الخطيب ده انا حاسس ان المخطوبة دي وكأن فيها حاجة كده بتخليها مش متزنة فعشان كده لازم الخطيب والمخطوب يعرف ان احنا في حالة ان هو مرشح للجواز لكن هو حتى الآن فهو مرشح محتمل للمشاركة في الحياة يبقى مش معنى كده أنه هو أكيد هيكون الشخص المناسب فأول قاعدة أن ليس كل من خطب يكون مناسبا للزواج دي قاعدة كده حطها كده ليس كل من خطب يكون مناسبا للزواج ليه؟ لأن بعض الناس أقول لكم حاجة بيبقى عندهم حالة من حالات عدم الاتزان احنا نمشي واحدة واحدة مع بعض عشان كل الحاجات ينخلص فيها إيه اللي حاصل؟ تيجي البنات تقول والله أنا من كتري ما أنا بطبق المعايير والقواعد أنا رفضت أرسان كتير بس أنا حاسة أن أنا كده ممكن أكون بظلمه ده جاية من فكرة إيه؟ فكرة أن أي حد بيتقدمه لازم يكون فيه مواصفات أنه قادر ماليا أو قادر عنده شقة أو قادر يبقى أنا لازم أتجاوزه لا خالص لأن المسألة مسألة أنه يبقى فيه قبول أنه يبقى فيه ارتياح وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ده حتى أقر ذلك في الزواج إذن إحنا لازم نفهم ده عشان نبقى متزنين وعشان كده وحتى بعد الجواز لازم نفهم حاجة مهمة جدا جدا إن وجود الزوج تخيل بقى عشان إحنا عندنا حالة عدم اتزام بتكون في فترة خطوبة إن إحنا نخلل إن المخطوبة وحياة المخطوبة أو المخطوبة هي كل حياة الخطيب لا 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 بلاش كده بلاش كده ليه؟ لإن إحنا من هوات إن حتى لو كان ده حبيبك حتى لو كان ده حبيبك هو مش كل حياتك لإن لو جعلت حبيبك كل حياتك هتدمر بقى علاقاتك وده اللي إحنا بنلاحظه يبقى الخطيب بيقدم عربون محبة لخطيبته فيإن اللي حصل؟ فينسى أهله وينسى شغله ويفكروا الناس إن كده إن مرحلة الخطوبة هي مرحلة الخطوبة غير مشاعر وعواطف متأججة فيبقى تيجي الخطوبة للأسف وتفسد علاقة الخطيب بأهله بأمه وبإخواته وكمان تيجي الخطوبة فتفسد علاقة المخطوبة بأهله صحيح إن حتى في الجواز على فكرة صحيح إن الجواز أهم علاقة لأنها بتاخد أدول فترة في حياتنا في حياة الإنسان لكن علاقات فيه علاقات تانية في حياة الإنسان زي العلاقات ما بين الأهل والأصدقاء والزملاء والجيران وهنا نقف قاعدة يبقى القاعدة الأولانية إن إحنا قلنا إن الخطوبة هي مرحلة ليه التهيئ للقبول ولكن هي ليست جزءا من أجزاء الزواج يعني إيه مش جزء من أجزاء الزواج يعني هي ملهاش حقوق وواجبات الجزء الثاني الخطوبة لا تفسد باقي العلاقات الخطوبة إذا كنت خطيب أو كنت مخطوبة ده ما يفسدش باقي علاقاتك لو في أفسد باقي علاقاتك يبقى ده علامة من علامات الاتزان ولازم الخطيب هو بيدفع عربون المحبة وهو بيعبر عن حبه يخلي الخطيبة المخطوبة طول الوقت على قطع حسنة بأهلها على قطع حسنة بأصدقاء لكن احنا شفنا يعني اضطرابات نفسية أول ما يدخل الخطيب في حياتهم مخطوبة يبقى وزنها علاقاتها ليه؟ عشان هو في الآخر عايز يملك عشان كده احنا لازم نتكلم عن الاتزان في فترة الخطوبة بشكل واضح الاتزان يعني نعمل حاجة بميزان فانتعامل بعقل وحكمة ليه؟ لان احنا قلنا ده مرشح محتمل فما نعملش ننفق ونستهلك أنفسنا وبعد كده نجي نقول ايه اللي حصل وعشان كده ما يجبش ان احنا نمشي مغمضين عيننا وراء مشاعرنا ايه من مظاهر عدم الاتزان اللي بتظهر؟ مظهر مظهر دقيق جدا ان انا اذيب المسافات العطفية بيني وبين الخطبين الحاجة التانية ان انا اضع الخطيب او المخطوبة في مواجهة الاهل ده يعني عدم الاتزان من علامات عدم الاتزان كمان في فترة الخطوبة التجاوزات اللي ممكن تحصل في مساء في فترة الخطوبة عارف انت لما يجي واحد يقول لها انت خلاص بقيت مراتي لا هي ما بقيتش مراتك يا اكيد ما بقيتش مراتك هي اكيد لسه واكيد انت عليك ان انت فيه شوية اصول وقواعد متعلقة بالشريعة انت لازم تحافظ عليها وعتبقى من علامات ان الخطيب ده مش متزن وبالتالي مش مستقيم ان هو يدعي بعض الادعاءات ان هو عايز ياخد عليها او عايزين يقربوا من بعض بالتجاوزات دي ده مش هيكون حسن لان الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين ان هم الذين هم بيتكلم لفروجهم حافظون ويتكلم على انهم يحفظون فروجهم فما ينفعش ان هو يعمل كده وبعض الاحيان بيهدد خطبته انه هيسيبها او ان هو ان هي مقفلة او ان هي شخص مش open minded مش منفتحة مش منفتحة يعني هي انا كده احنا نتعب في الجواز مع بعض وانت كده مش هتسعديني في الجواز وهو في الحقيقة احتمال كبير كده جدا عايزي اكد ان صورة المخطوبة دي هي الصورة اللي هو مكونها عن البنات وعشان كده بقول للبنت خلي بالك خليك حريصة تمسكي بمنظومة الاخلاق بتاعتك يعني ايه تمسكي بمنظومة الاخلاق بتاعتك ان خليكي اصعبة اخلاق ان الحاجات دي ليها وقتها وانا اقول لكم حاجة انا عندي ظاهرة كده اسمها ظاهرة ماذا ساهرة استفراغ الطاقة العاطفية ويمكن ده يفسر لنا ليه الناس اللي بيجوزوا عن حب احتمال كبير يحصل مشاكل من بعد الجواز ليه يبقى انهما استفراغوا طاقة الحب في فترة الايه الخطوبة يجوا بعد كده في الفترة اللي بعدها ما يلاقوش حاجة كتيرة يقدروا يحصلوها احنا عايزين الناس تبقى متزنة اه بنتعرف على بعض اه ممكن يحصل بنا ميل عاطفه ونحب بعض اه بس مع التزام دقيق باحكام الشرع الشريف عارف ليه عشان كل واحد فينا صورته تبقى صورة نقية محترمة اقول لكم حاجة سيئة كتير بعالجة في جلسات الارشاد الزواجي الناس بتبقى فيه تجاوزات بينهم وبين بعض وخاصة لو كانوا هما الاثنين كل واحد فيهم داخل بيقول انهم متدين فحصلت تجاوزات بينهم في الخطوبة فإن اللي حصل يفضل الرجل متذكر ده ويفضل عنده حاجة ده فينا من ان هي ما كانتش الصورة اللي هو كان يتمناها وهي تحس ان هو مارس معها شيء زي زي المتحرشين بالزبط وشايدين في قلوبه لبنيجي نقعد بقى في جلسات الارشاد الزواجي لما نبحث تطلع هذه المشكلة وعشان كده بنقول لازم نلتزم ده وممكن كمان تلاقي الخطيب يطلب من خطيبته يطلب من خطيبته مثلا او هي تطلب من خطيبها تيجي الخطيبة وتقول له خلاص بما ان احنا كده قراربنا من بعض انا عايزة مصور في ايد منك بس ده مش حقيقي لان هو مش مسؤول عن ده لان خلاص ما زالت مسؤوليتها من والدها او ما زالت مسؤوليتها من مالها الخاص فهي ما تحاولش تعمل ده لان ده انت لما تطلبي حاجة لازم اتقدمي فيها مقابل وده ممكن يبقى نوع من انواع الاختبار في تحمل المسؤولية بس ده في الحقيقة مش اختبار صحيح وعشان كده لازم تفضل هي حاسة ان مسؤوليتها مش عنده ده مسؤوليتها عند والدها كل الكلام ده بنقوله بدقة والاسف ده يجي هنا مظهر مهمة اوي وان الخطيب او المخطوبة يبقى شايف ان دايرة علاقاته ما فيهاش الا شريكه فيبتدي يشوف دور الاسرة في حياته انتهى او الله يعني ايه اللي حاصل وكأن الاسرة كانت مسؤولة لغاية ما يجي لها الخطيب ورغاية ما وصلنا بقى للخطيب خلاص دور الاسرة انتهى وانا قطب الاسرة كانت مؤقتة لغاية ما جاء لها الخطيب فخلاص فنلاقي المخطوبين ينحازوا البعض ضد الاهل ويبقى هو هم الخطيب او هم المخطوبة ان هو يطلعه صح يثبته ان الخطيب او المخطوبة صح ولو على حساب اهلهم والعكس انه يخطأوا اهلهم ويجعلوا الخطيب صح بس في الحالة دي بتكون مشكلة اكبر لانها مازالت مشكلة ضخمة وهو ان الشخص دا مش هقول اختلت اولوياته لا دا حصل ان هو شطر حياته وافسد حياته وانهى ذكرياته لان هو منتظر ان ذكريات جديدة بتحصل مع الخطيب او المخطوبة وده وقت بيبقى مسألة فيها خطر كبير ولازم نعرف ان هي مازالت مسؤولة مسؤولة من مين مازالت مسؤولة من اهلها شرعا من والدها وعشان كده لازم ما نحاولش نعمل جده ويبقى التصرفات كلها اللي بتحصل التصرفات مش فيها اي نوع من انواع الحكمة دا ايه اللي حاصل كل التصرفات بنعكس فيها نوع من انواع عدم الرؤية الصحيح وعشان كده احنا بنقول انتوا عايزين تخربوا حياتكم امشوا بالطريقة دي وساعتها الخطوبة هتبقى عالية التكلفة ولازم نعرف ان اللي بيقولوا عليها الناس يعني حالة من حالات ان دا من اسوأ اتدلق يعني ان لما يحصل حد يتدلق دي من اسوأ الاشياء اللي ممكن الواحد يعملها في اي علاقة مش في الخطوبة بس بلاش تتدلق احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما عشان كده الاتزان هو علاقة مفتاحة ان اي علاقة وبالذات في الخطوبة لازم يكون الاساس اللي هينبيني عليها ان الاسرة هي اللي هتتعمل فيجب يكون الاساس سليم احنا راحين نعمل اسرة ولازم فلازم الاساس يكون سليم ولذلك يجب ان طرفايا العلاقة يكونوا فاهمين التوازن ده بحيث ان محدش يطمع في حق مش حقه لان اللي هيتعود ان هو يطمع في حق مش حقه هيفضل كده في الجواز واحنا عندنا منظومة في الاجتزان لو عايز نتوازن في الخطوبة لازم يبقى عندنا خمس حاجات اول حاجة يبقى عندنا اول حاجة ان يكون عندنا جدوى احنا بنعمل اي حاجة لهدف تاني حاجة لازم يبقى عندنا مهارة جدارة ومن اهم الجدارات في مرحلة جدارة يعني مهارة ومن اهم الجدارات في مرحلة الخطوبة عارفين ايه هي جدارة ضبط وادارة المشاعر فلازم على طول نسأل نفسنا عشان يبقى عندنا جدوى يبقى تلاقوا الخمسة دولة خمسة جيم يبقى الجدوى نسأل نفسنا إيه الفائدة طب والجدارة يبقى عندنا مهارة في إدارة العلاقة بيننا فنضبط مشاعرنا ونضبط كمان تواصلنا الحاجة الثالثة الجدية نكون حريصين آه بس في نفس الوقت مركزين على العلاقة الحاجة الثالثة الجودة لازم لما نيجي نعمل حاجة نعملها بمعايير لأن كل ما عملت الحاجة بمعايير الشخص اللي قدامك هيحس أنه داخل علاقة فيها قيمة إضافية ولازم كمان يبقى عندنا وإحنا بنتعامل مع ده لازم يبقى عندنا جمال يعني إيه جمال؟ يبقى لازم عندنا بنستخدم الأساليب والطرق الحسنة في التعامل ومن أهم الأساليب اللي احنا لاجب أن نتجنبها المبالغة ما نبلغش يا سادة الكلام اللي احنا قلناه ده في الخطوبة كلام مهم فعندنا خمس معايير أول حاجة ما تعملوش حاجة في الخطوبة إيه اللي لها جدوة؟ جدوة يعني إيه؟ إيه الفايدة؟ وخلي بالك مش معنى حاجة أن أنت تعمل إيه فايدة ده؟ أن أنت تقولي أن الفايدة أن احنا بنقرب لا الفايدة أن احنا نقدر نعيش مع بعض لأن أنت في بعض الأحيين لما تتقرب من حد أكتر من اللازم إيه اللي حاصل؟ بتحس في بعض الأحيين أن أنت أزيد وأزيد نفسك لأن أنت شفت حاجات ما كانتش ياجب أن أنت تشوفها يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ببساطة خالص أن أنت ما تقربش مع حد فتسير حاجة فيه لكن خلي فيه مسافات بينك وبين الخطيب والمخطوبة لازم يبقى بينهم مسافة بلاش فكرة أن احنا بقينا حاجة واحدة فلازم كل اللي أنت بتعمله يكون رايح نحية الأسرة مش رايح نحية أن احنا نقرب أي تقريب حتى لو كان ده على حساب ماذا؟ على حساب أن كل واحد فينا بيحفظ كرمته وخصوصيته تاني حاجة لازم يبقى عندنا جدارة جدارة يعني مهارة ومن أهم المهارات اللي احنا نتكلم عليها في الخطوبة مهارة ضبط المشاعر وضبط التواصل بيننا إدارة التواصل بيننا حاجة التالتة لازم يبقى عندنا جدية آه حرصين ومركزين في العلاقة لكن في نفس الوقت إلا حاصل مش مدلؤين رابع حاجة لازم يبقى فيه جودة لازم كل شوية نقيس علاقتنا ملتزمة بالمعايير ولا لا؟ ملتزمة بالأخلاق ولا لا؟ لازم الخطوبة تبقى لها شكل إن هي خطوبة محترمة الناس دولا محترمين آخر حاجة لازم يبقى فيه جمال والجمال دوت لازم نستخدم فيه الطرق الحسنة وخاصة إن احنا منبلغش لا في طريق التعبيرنا عن حبنا ولا في طريق التعبيرنا كمان عن قربنا وأكيد من أهم أشكال الجمال عدم المبالغة اللي بتخذينا نتجاوز عن الأخلاق بالطريقة دي أظن إحنا بنتعامل مع التزان شديد في فترة الخطوبة أنا عارف إن الكلام ده ممكن كتير من شبابنا محتاجين إن هم نتكلم عنه مرة واثنين وثلاثة ولازم نعمل دورات تدريبية عشان نتعلم الخطبين إزاي يكونوا متزنين في فترة الخطوبة لإن فيه قاعدة بتقول كلما التزان في الخطوبة كلما كان الجواز أقرب إلى السعادة يا سادة الاتزان في الخطوبة أوسع أواب السعادة الزوجية فارب جعلنا دايما من أهل الاتزان عشان نفتح بمفتاح لا يصدق لكي ندخل إلى السعادة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي هي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونتعامل معها بكل عناية وبكل دقة لأنها في الحقيقة أحد أشكال مدد ربنا لينا عشان نستمر قريبين من بعض ونتكلم عن مشاكلنا بكل دقة وبكل حب وبكل عناية وبكل موادة ورحمة لأن في الحقيقة إحنا عندنا قضايا تحتاج إلى كلام طويل ما ينفعش إن احنا نتجاوز عنها ونتعامل معها بأي شكل من أشكال التسطيح أنا بقول إن الدقة في التعامل مع قضايانا وخاصة القضايا الزواجية خلاص أصبح فردعين أصبح فردعين على كل من يتكلم إحنا عندنا حاجات غير ملباة فيما يتعلق بملف الأسرة وفيما يتعلق بملف الحفاظ على الأسرة ومملف الزواج وإحنا حريصين كل الحرصة إن احنا نشتغل على الملفات دي وعشان كده إحنا نوعدكم إن احنا نكمل كمان في الكلام عن الخطوبة لأن هي في الحقيقة مرحلة عارفين حصل لها كده ليه؟ لأن هي مرحلة فيها شوية حاجات كده هو يعني نروح للمشاعر ولا نروح للعقل ونروح نعمل إيه؟ ده كله نكمل الكلام عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة الأستاذة عزة من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله باركاته أستاذ عزة كل سنة وحديك طيبة وخير وبسلام من فضلك أنا عندي سؤال بالنسبة للذكاية فاندم دلوقتي أنا عندي مبلغ يعني من المال حطها والفوايد بتاعته أو العوائد بتاعته بحطها في كويس لحيتي نفسك العوائد بتاعته مش الفوايد فأنا بحطها في شقة فأنا دلوقتي بالنسبة للذكاية كنت حيطة قلت لي 10% فأنا الحقيقة طلعت 10% في آخر السنة على كل المبلغ فأنا مش عارفة إزاي كل شهر أطلع بأنا حقيقة كنت قلت مرة لازم بوحي تطلع كل شهر صح وبعدين مش حاجة عندي بصع ديك بصع ديك دلوقتي تفضلي تفضلي طب تفضلي كميلي تفضلي كميلي يعني مش هيبقى عندي يعني المبلغ اللي أنا كل شهر هطلعه لإني يدوبك المبلغ بأسحبه وبتفعه لقصة الشقة حاضر قبل ما تدفعي قصة الشقة أطلع 10% من الفلوس طب أطلع إزاي طب ما هو مش هيفضل عشان أطلع القصة يا دكتور ما أنا عايز أقول لك حاجة ما أنا لازم أقول لك أنت تطلع 10% وتكملي من الفلوس الباقي من فلوسك الشخصية وتدفعي بيها القصة طيب يعني لازم أطلع 10% كل شهر سنة كل شهر كل شهر نعم خلاص يعني لازم كل شهر يعني أنا طلعت خلاص السنة دي طلعت الشهر اللي فدت على السنة كلها خلاص خلاص فأبدأ من أول الشهر دا بزرق من أول الشهر دا بقى أبدأ أطلع آآ العشرة في الميل تمام أحسن تفضل خلاص عشان بس أبقى يعني قلبي يبقى مستريح يعني بموضوع دا وما تقعديش تقلقي نفسك عشان إحنا على وش وس وس عارف عادك اللي مراع ديك فعلا 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 عندي سؤال ثاني بقى يعني كان مواصمي يعني أبلغوا تفضلي خوا دلوقتي بالنسبة يعني للزوج إن هو سايب سايبها وسايب بنتها وما بينفقش عليهم وبعدين يعني وقعد في مكان بعيد وكل ما يكلموه يقول أنا مش جايي طب تعالى أنا مش جايي أنا مش حصري وشوية يقول كده وشوية كده بص عادك الجواز دا الجواز دا مش عزومة الجواز دا مش مزاج يقول له تعالى والله يقول لهم لا أنا مش جايي دا اسمه والعزو بالله تفريط في الواجبات ومش أزمه تفريط في الواجبات كمان دا اسمه نوع من أنواع هلاك النفس لأنه في الحقيقة هو كده بيضمر حياته وبيضمر علاقته بالله سبحانه وتعالى لأنه في الحقيقة لازم يفهم أن الجواز دولة آه يريد يسمع أن الجواز دوت نعمة من نعم ربنا ومن كفراني هذه النعمة أن الواحد يتخلى عن هذه النعمة الجواز مش بس متعة مش بس سعادة على فكرة احنا عندنا وباء آه الكلام اللي أنا أقوله عندنا وباء اسمه إيه؟ الجواز اللي ما يسعدنيش ويعد المزاجي أسيبه دا وباء دا ملوش دعا وعلاقة خارس بمعرفة الجواز دا انت يا سيدي انت مش راح تشير حاجة من السوبر ماركت فلو جات على مقاسك خلاص مين قالك ان انت مش اللي عايز تتطور بلاش نبهدل بعض ونقذي بعض الجواز يا سادة دي حياة بنترقى فيها وكمان بيحصل لنا ندوك فإذا كنت انت دلوقتي مستعيد مين قالك أنا ياما في في الشغلان اللي أنا فيها دي شغلية رشاد الزواجي ياما شوفنا ناس اتجوزوا ناس وبعد كده قالوا والله الجوازة ما بقتش فيها خير ولا حتى فيها سعادة وبعد كده حسوا ان زوجته دي أو زوجها دي هي نقطة النور اللي رزقها بيها في حياتها ايه وقع تعمل كده ايه وقع تعمل كده عشان الجواز ما جاهش على مزاجك تأثر فيه آبادا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الاسم يعني إباقة كبيرة هو إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول وأنا بقول لك اهو لو كنتش حسس ان الجواز ده ما عدلكش دماغك المشكلة في دماغك مش في الجواز المشكلة في قلبك اللي فيه أمراض أمراض ايه أمراض الأنا والإيجو انت إنسان أناني لازم تتقل الله سبحانه وتعالى في بيتك وأولادك بلاش الطريقة دي الطريقة دي هي اللي ودت المجتمع فيه هو سحيقة أولاد وبنات مش عارفين يعيشوا وبترتفع نسب غريبة في حياتهم بلاش تدمروا أولادكم اللي مش قادر أنا بقول لكم اللي مش قادر على الجواز ومش هتأهل الجواز ما تجوز إحنا أحسن لنا إن الناس تبقى من غير جواز بدل ما الناس تتدمر بهذه الطريقة فاتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتكم أنت مش هتخسر حاجة لو أنك أنت روح تتدربت قبل ما تروح تتجوز عندك مشكلة فيه استقاب النفس عندك مشكلة في الزات روح يزبط المسألة وبعدين روح يتجوز من استطاع منكم والبقى تفالي يتزوج اللي مش قادر اللي مش قادر على الجواز ما يتجوز لكن نفتن الناس ونكون سبب للفتنة نتقل الله سبحانه وتعالى في ده فأنا بقول لك اتقل الله في أولادك وهو عتفتكر الديانه لا يموت كل حاجة محسوبة عليك وخاصة فيما يتعلق بأذى الناس ده أنت عتحتاج أن أنت لما ترجع لأولادك تروح تقولهم أرجوكم سامحوني ولازم يسمحوك لأن ده حقهم لما صرفتش عليهم ده حقهم وهيجوا يحسبوك يوم القيامة على ذلك ده مش استعداء للأولاد على الأباء ده رد العقل الأباء في دماغتهم عشان إحنا نبقاش المجتمع متحمل كل هذا التقصير وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون خصيم اللي بيضيع أهله وبيضيع أولاده معنا الأستاذ عبدالعزيز من القاهرة سلام عليكم معلش طولت عليك معلش ها فانت بلا ما حصلت حابة اتفضل يا أستاذ عبدالعزيز ألا يخليك سمعك يا أستاذ عبدالعزيز أقلي سؤالين يا أستاذ عبدالعزيز تفضل تفضل يا أستاذ عبدالعزيز ألو أنا سمع حضرتك كويس ليه؟ آه يبقى يا أستاذ عبدالعزيز بتمنى على حضرتك أن حبكت وضع التلفزيون وتسمعني متنفق أولاني أنا لابس نأ حاضر هتضرك كل خير يا حاج عبدالعزيز أنا لابس أسترق بقول لأنها كعبان شوية ربنا يديك الصح يا رب طبعا ما بقدرش أصلي لأنني في نجاة مين قالك كده؟ دلوقت بتحاسب عالك كلام ده ولا أكمل إزاي؟ ولا اللي فاتني أصلي إزاي؟ طيب أقول لك حاجة يا حاجة عبدالعزيز أول حاجة أنت لو مش قادر تروح تتوضى ما عندكش حد ما عندكش مية تقدر توصلك أنا أستاذ عمر آه سمع حضرتك يا أستاذ عبدالعزيز أنا سمعت سؤالك أنت حضرتك مركب أسترق بول ودي بتخليك وكأنك فهمت أن أنت متصل بالبول يبقى أنت مش هتعرف تصلي لا هتعرف تصلي فهتعمل إيه؟ لو أنت مش قادر تروح تتوضى اتيمم وأنت على سريرك وصلي على حالك ده وصلاتك صحيحة يبقى نعمل إيه؟ لو مش قادرين نتوضى عن اتيمم ونصلي على حالنا ده وما تمتنعش عن الصلاة ده لا مانع من الصلاة ما فيش حاجة أبدا تمنع الإنسان بدل النفس بيدخل ويخرج ما فيش حاجة تمنعه عن الصلاة أبدا طب اللي فاتك وما صلتوش تعمل إيه؟ صلي مع كل صلاة صلاة مباس نعم واضح يا حاجة عبدالعزيز؟ مع أنا أم سندس من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حضرتك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله معلش عندي سؤال للي حضرتك يا شيخ اتفضلي أنا الوقت متجوزة بها لي تسعة سنين عندي يعني سبع وعشرين سنة طيب ومعي ثلاث أولاين وأخدت الحون اللي هي بتاعت منع الحمل اللي هي بتاعت كل ثلاث شهور دي نعم بتنزل علي دم يا دكتور كل يعني يوم تنزل دم ويملأ يوم لأ هو يوم كده بتقطع عندي كده طيب هو ينفع يجوز إن أنا أصلي هقول لحضرتك وبسندس انت عارفة انت عارفة شكل العادة بتاعتك عارفاها شكلا وريحة يعني عارفة لونها وعارفة ريحتها وعارفة شدتها صح؟ طيب إذا كان اللي بينزل ده مزاي ده وإذا كان ده بسبب الحون اللي انت خدتيها يبقى إذا كان ده فطيبقى دي أوصفها أوصف استحاضة يبقى في الوقت اللي بتنزل عليك الدم ده اللي هما بيسموه الستات ده نوع من أنواع النزيف فإذا كان بينزل ده وهو انت قادر تميزي دم الحض يبقى خلاص اللي هتتوقفي عن الصلاة وعن الصوم في وقته هو الوقت اللي هو أبدأ عدم الحد والباقي ده هيبقى استحاضة وتتوضى إليه كل صلاة ماشي؟ طيب يا شيخ بيبقى ساعات ينزل كتير وساعات يبقى قليل يعني يوم يبقى قليل يعني يوم يبقى قليل يعني يوم يبقى قليل فأنا مش عارفة أسرق بين دوا الدورة ولا نزيف ما هو ملوش دعوة بالشدة بينزل كتير ولا لا انت لو قادر تميزي ما بين الاتنين يبقى خلاص لو ميزتي بين الاتنين اللي بينزل حتى لو بينزل كتير ده يبقى دوة نوع من أنواع الاستحاضة يبقى تتوضأي تطهير المحل وتتوضأي لكل صلاة خلاص؟ طيب السؤال الثاني يا خضرتك أنا برضو زي ما قلت لك بقالي ستعين معي ثلاث أولان طيب بسرعة بس جوزي يا شيخ بيكلم واحدة على التليفون وبيتكلم معاه كلام قذر جدا طيب مش قادر أقوله لحضرتك ده محتاج بقى إيه؟ محتاج قاعدة أنا يا دكتور قلت لأخواله يعني دخلت أخواله في الموضوع لا 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 مش قادر المسندس القادة مع الأهل دات مش هتجيب جتير ممكن تخلي مسألة سوء حضرتك عطيه وتعالي على مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاق المصرية وإن شاء الله ربنا يبقى مش بقى يتفهم معي يا دكتور ولا بنا خلافات دايما جمدة لما عوز حاجة لازم أتكلم والدته عشان تخليني يجيب لي حاجة حياتنا كلها مشاكل أصلاً عشان كده قلت لك إن إحنا محتاجين استشارة خبير لأنه ممكن يا موسندس بس عشان بس نكون عادلين ممكن يكون هو بيعمل كده طبعاً ده نوع من أنواع سوء الأخلاق ونوع من أنواع عدم تقوى الله عمال يقول لي أنت يعني هو وخد يا موسندس موسندس خلينا نمشي واحدة واحدة لأن أنا عارف اللي أنت بتعمليه ده مش هيبقى متناسب على هو لأن إحنا كده عن ابتدي نقعد نقول حاجات كتيرة 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 ودوت من قبيل الفطفضة طبعاً إحنا في حالات الإرشاد الزواجي بنعمل إيه؟ بيبقى عندنا بنسمع آه بس بنسمع وإحنا أصلنا نروح على الحل في أوقات تانية في حاجة يسمعها العلاج الزواجي العلاج الزواجي ده بيبقى بقى إيه؟ بيبقى 11 جلسة من 8 جلسات إلى 11 جلسة بيبقى فيها جزء للفطفضة الطلاعي كل اللي عندك بس إحنا عايزين نعمل حل الحل إن إحنا لازم نعمل واقفة يبقى الحل فيه ثلاث حاجات أول حاجة لازم نعمل واقفة والواقفة ديت مش مع الأهل إن بعض الأزواج لما بيوصل الكلام لأهلهم بيستبيع أنا بكلمكم بالكلام اللي إحنا نقدر نفهمه بدل أنت روح تقولت الأهلي خلاص أنا ولا أهمني أي حاجة فيبقى الجلسة دي جلسة مع خبراء يمكن أن يصنعوا الحل الحاجة التانية إن إنت لازم تقولي له تعالى أنا بحبك وأنا حريصة على إن إحنا نفضل مع بعض وتبيني إن إنت يمكن أن تتجاوزي عما مضى ولكن بشرط إن إحنا نحسن من حياتنا مع بعض حاجة التالتة إن إحنا لازم نستخدم لازم الأولاد يكون لهم دور في الحكاية دي يعني إيما يكون لهم دور مش أصد إن إنت تستغير الأولاد لكن حاولي تذكريه بإن أولاده دولا ممكن يكونوا يضيعوا ممكن هو يحصل لي ندم شديد جدا جدا إذا أولاده وصل إن ده يأثر في حياتهم ويخليهم يتعرضوا للضياع يبقى ثلاث حاجات ما بقولش نستغل للأولاد إن إحنا نخلي الأولاد تعرف الكلام ده لا أنا قصدي إن إنت لازم تتغطي عليه بالأولاد لأن كتير من الأحيين بيبقوا الأولاد هم اللي بيردوا عقول الرجالة لي رأسهم وحياتهم بتتغير فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم بمباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذ محمود من الأخصر أستاذ محمود أهلا وسهلا أستاذ محمود أستاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حاجم حمود أنا من جو الإمام وبكلم حضرتك وأنا سعيد إن أنا بكلم حضرتك بمناسبة العام الهجر الجديد وتحيات الفرق الإعجاد وجميع العاملين بتلفزيون المصري بالعام الهجر الجديد والشعب المصري والأمة الإسلامية جميعاً يا رب يا رب أنا أجعله عام الهجر الشعيد علينا ويرفع الوبا والبنى من عمد يا رب ربنا يجعلك من سعادة الدارين ويجعل عام فتح وبركة عليك يا حاجم حمود تفضل سؤال حضرتك يا عم الشيخ الله يبريك لك أنا عزك تجاهي لله يكرمك إن ربنا يكرمني ويرجعني بيت الحياة يا رب الله يكرمك يا رب طيب ربنا إن شاء الله يوسع عليك ويرايح بالك ويكتب لك إن شاء الله الأسرة السعيدة ويجعلك إن شاء الله من الذين يفرحون بنعمة الله عليهم إنه يسر عليهم أموره مبارك لهم يا رب معنا السيدة محسن من سيدة محسن وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته الزكا دكتور عام نعم وفضل الحمد لله بخالي لو تمحت عايزة أسألك سؤال في الزكاة يعني معي بنت أخوية يتيمة وبنت أختي وهل دولة يعني يستحقوا إن أنا أديهم الزكاة بيتعلموا بيتجهزوا مخصوبين يعني يالله أديهم الزكاة وإن شاء الله ربنا يضعيف لك السواب إن شاء الله يبقى عندك سواب القرابة وكمان سواب الزكاة فإن شاء الله ربنا يبارك لك يا حاجة محسن لا يبارك ربنا أحفزكم يا سيدة طيب يا سيدة الحاجة محسن بقولك بس إن اللي بنمتنع عن إعطاءهم الزكاة الأصول والفروع يعني الأباء والأجداد والأولاد وأولاد الأولاد لكن غير كده ده لما ندلهم من سهم الفقراء والمساكين يعني إيه لو ندلهم ده عشان هما مش قادرين يعيشوا يكملوا عشتهم آه لكن في نفس الوقت لو إن هم مصاريف التعليم مثلا آه لا ممكن ندلهم مصاريف التعليم مصاريف التعليم لإن دوت عيكون من سهم في سبيل الله أستاذ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز معتك من السؤال تفضل أستاذ عبد العزيز أقاااااااااااا عايز أقول لحضريتك إن أنا راجل سني كمير يعني أنا عند ربع وصدي عبعين سنة طيب ربنا يبارك في حضارك ووديك الصحر زوجتي المتوفية بقى لها عشر سنين نعم الله يرحمه الست دي انا مش عارف اعمل لها ايه عشان اجزيها تدعي لها في كل صلاة رغم ان هي بقى لقعد اتنعية اتنين وخمسين سنة زواجة طيب تدعي لها في كل صلاة وكل ما تعمل عمل صالح يا حج عبد العزيز سواء دعاء سواء صلاة سواء تسبيح سواء سابقة بعد ما تعمل العمل ده بعد ما تعمل العمل ده قول كده يا حج عبد العزيز بعد ما تعمل الله مهب مثل ثواب عمل الصالح لزوجتي وان شاء الله الثواب يوصلها يا حج عبد العزيز معانا الاستاذة رانيا من المنفية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا مشيخ انا عندي مشكلة كبيرة والله كنت عايزة استفيد من حضرتك يعني فيها يعني انا دلوقتي متجوزة بقى لي 11 سنة ومعايا 3 عيال واكتشفت ان جوزي متجوز علي بقى له سنة ومخلف وبصراحة انا صدمت يعني هو متجوز من سنة ومعرفة اهله واخواته وانا مش عارفة اي حاجة طيب وما وصلنيش اعلان ان هو متجوز من المأزون اللي هو مجوزه ودلوقتي طلبت الطلاق لانه هيجبرني ان هي هتيجي هنا البيت وهيجبرني ان دي ومخلف منها بقى وهيجبرني على كل حاجة وهو قاعد معها دلوقتي سيبنا طبعا انا وعيده طبعا انت قرار ان انت تتطلقي ده قرار خدتيه على اي اساس خدت على انه يعني انا كنت متحملة انا اظن ان انت خدتيه على بناء على مشاعرك بس لا لا انا انا يعني حاولت تعملها من كل يعني حسبتها من كل النواحي قولي اللي حسبتها ازاي بس بسرعة انا جري دلوقتي انا عندي 3 عيال هو بيجي استحملت معها على كل حاجة من بقى لنا 11 سنة بيجير منا الالف جنيه كل شهر وهو يتسكل على الله وبقول في شغله ربنا هيعدلها نستحمل الظروف هتتحسن بيشتغل ايه هو بيشتغل هو كان مفاهمني انه هو شغال في شركة في مصر وهو طلع عنده مسنع طلع عنده حاجات انا ما عارفش مش عارف اي حاجة عنه طيب يبقى اول حاجة ان البقاء في الجواز يبقى مشروط بحل المشكلات مش اسمعيني بس طلع كل حاجة ما بيننا طلعت كدب يعني طلع كل حاجة مفاهمها لي انه يا كدب طلع انه هو عاده في شغله دوا طلع انه هو بيعود عندها يومين ويجي هنا يوم يبص على عياله والدته طلع كل حاجة كدب حتى شغله طلع انه هو بيجذب علي في شغله طلع كل حاجة حتى دلوقتي ما بيجي اسأله على اي حاجة طلع كل حاجة كده ودلوقتي زاد بقى في موضوع التبجح انه هو بيقولي انا مش هطلقك وهتنك زي البيت الوقفي كده معشان كده يا بنتي انا بقولك اهو انا بقولك يعني خلينا ندرس المسألة قبل ما نروح للطلع ده مش معنى كده ان انا بحب ان الناس تتقلم او تتوجع بالعكس لان اقولك بس واحد واحد ان بعد الطلع ما بيبقى احسن في كل وقت صحيح في بعض الاحيين بيبقى الطلع حل بس مين قال انه هو حل في حالتك قال لي مش هديكي حاجة وملكيش حاجة عندي واسيبك كده وعايز اتخذ الهيال خديهم عايز اتسيب الهيال خديهم اسألك سؤال هل انتي حد حاول ليصلح بينكم هل هناك حد حاول يدير العلاقة بينكم لان في الحقاخ خالص انت عندك اولاد وانتي تقلت لي يعني معظم الناس قالوا لي استحميلي وعيشي وعتبر ان انت انا مش بقولك استحميلي انا بقولك درسي بل الانسان على نفسه بصيرة لازم يبعندك بصيرة اسمعي يا بنت انت درستها لقيته هو سيبني انا وعيش تلاته وديت علينا انت درستيها انت درستيها انت درستيها لوحدك ومش بالضرورة تكوني انت لديك المهارات والخبرات اللي تخليكي توصلي الى ان ده هيبقى افضلك بالمناسبة عشان ما تبقيش انتز علينا عشان في كتيب من الناس بتقولوا انت مع الناس اللي بتقول لي الناس استحمله وتوجعه لأ انا بقول يا ناس لازم نتكلم على ان احنا عندنا ضررين دلوقتي ضرر ان هي تتطلق وطرر ان هي تفضل في جواز بتتوجع منه فلازم ندرس المسألة المسألة مش بس ان انت تقول لحد حاجة عشان تخليه حاسس ان انت حفظته على كرامته ما ممكن على فكرة القرار اللي بعد كده يهين كرامته اكتر فعشان كده لازم ندرس المسألة ندرس المسألة بشكل محترم لان كتير من الناس اللي يقول لك بدل هو خنى بدل هو خدعها بدل هو كذب عليها يبقى تتطلق فتروح هي بعيالها وهي ما عندهاش مصدر رزق انا مش بقول ان هي تفضل عشان لقمتها ما حصلش كده خالص انا بقول يا جماعة القرارات عندما ندرس مسألة تتعلق بأزمة او بمشكلة نحن في الحقيقة نختار ما بين ضررين وبين اختيارين احلاه وما مر فلازم نعود وندرس المسألة دي لان احنا امرنا ان نرتكب اخف الدرارين مش امرنا ان كل واحد فينا يمشي بمشاعره حتى لو قدى مشانه ورى مشاعره ده انه هو يتوجع اكتر ويتقلم اكتر ويدمر حياته وحياة اولاده واحدة واحدة محتيين نتريس اتفضلي حضرتك الى مركز الارشاد الزواجي نتوزوك حضرتك ونتكلم بالتفصيل بدراسة نشوف فيها نقاط القوة في انك انت تفضلي متزوجة ونقاط الضعف ونشوف الفرص والتهديدات اللي هتحصل في الحالة دي وساعتها نتكلم عن بصيرة يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن مرحلة مهمة جدا ومرحلة بتبقى ملتبسة على كتير من الناس اللي بدخلوا فيها ومرحلة يا ما بتخلف اوجاع لدى الناس اذا ما كانش فيها اتزان يا سادة الاتزان هو اكتر واعظم حص اعظم حص من الاوجاع والالام والاحزان يا رب نكون منتزنين ونكون دايما في حصن الحكمة والنور والبركة اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى ما بيقطعاش عننا يا رب جعلنا دايما من اهل انوار الايمان اللي بتزهر اعظم ما تزهر في الاتزان يا كريم يا ودود يا رب العالمين